اشتركوا في القناة الصالح اكد على ما تحظى به مسيرة العمل الاجتماعي في المملكة من اهتمام كبير من لدن القيادة الحكيمة معربا عن الفخر والاعتزاز بهذه الجهود الوطنية التي تعكس الصورة المشرفة للمواطن البحريني مثمنا مساعي سموهما الخير وتكريسهما الوقت والجهد لخدمة الوطن على الوجه الاكمل متوجها معاليه بخالص التهاني الى سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة الرئيس الفخري لجمعية البحرين لرعاية الوالدين بمناسبة تكريم سموه في الخرطوم بأعلى وسام في مجال المسئولية الاجتماعية من قبل فخامة المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق وذلك تقديرا لدور سموه البارز في مجال العمل الخيري والتطوعي الانساني واكد الصالح على ما يليه المجلس من حرص على توجيه جهوده نحو سن التشريعات والقوانين التي تسهم في تأصيل العمل الاجتماعي ودعمه باعتباره رافدا من روافد التنمية البشرية مشيدا بما تزخر به المملكة منطقات وطنية عديدة عملت على تكريس وقتها وحياتها للعمل التطوعي الانساني الذي يصب في اتجاه تعزيز التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع المختلفة